موسيقى فتاة أصيلة بعمر القدر سموت بها عن قلوب البشر وراحت عيوني لمرآها تعالوا أسبح مبتعها في مصور فها قطعة من رخام تعشق رائحة الياسمين فأزهر جوري وريحان مسك وعنبر فاح بصرح تلون أخضر علىه هلال وذان حلاه أذان باسم الخلق كبر زاد دقات الأشراف عينا نداء صلاة بها الروح تطهر فتعبق بالبخور مطارها يحنو بها كل قلب انت حجر موسيقى 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 صباح الخير لكم متابعي شاشة الإخبارية السورية بصباح جديد رح نبدأ برفقتكم ضمن مشوار صباحي على مدى ساعة ونص من الوقت أكيد تمنياتنا رح تبقى عم تعلى خلال ليالي الأيام المباركة لتحمل الأمان والسلام لسوريا طبعا بفضل صمود أبطال جيشنا العربي السوري من ألكون الله يحليكن وصباح الخير لألكون وصباح الخير لألك أريد شهر صباحك سالي وصباح الخير لكل مشاهدينا صباح جديد عم نبدأ على الأمل وإن شاء الله الأمل تحمله الأيام القادمة يكون السلام لكم مشاهدينا وأكيد من قلب دمشق بداية النهار جديد رح نتوقف فيه عند مواضيع وخبريات بتهمكن خلال شهر رمضان المبارك لحتى نتعرف شو أبرز محطاتنا لليوم فاصل صغير ومنبدأ صباحنا يجي بداية صباحنا رح تكون بجولة منوعة منبداها من غزة وشكل جديد للمسحرات في غزة فبعيدا عن الطبور وإيقاعة سيارة مزينة ومكبر صوت لإيقاظ الصائمين لتناول وجبة السحور شكل جديد رح نعرف تفاصيله بالمادة التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني سالي رغم الحصار على قطاع غزة لكن أهالي غزة عم يحاولوا يعيدوا أحياء التراث بشهر رمضان لكن بنكهة جديدة ورؤية جديدة وشوفناها المسحراتي قديش في عنده هكي طابعة حلو ومرح وأكيد عم يجمع كثير عالم حوالي بهذه الطريقة الجديدة بإيقاظ العالم على السحور أكيد ريج يعني بدل الطبول كانت سيارة مزينة ومكبر صوت أكيد شي حلو طبعاً دايماً لمسحراتي برمضان إلو طابع ونكهة كيف إذا كان بيحلة جديدة أكيد أما هلأ رح ننتقل لخبرنا التالي اللي بيهم كل الأشخاص اللي بيهتموا بوجبة الفطور لأنه أثبت الدراسة أنه تناول وجبة الفطور في كتير من الكربوهيدرات عالية بتشمل الخبز والجبن والحليب وهذا الشي بيساعد على اتخاذ قرارات جيدة طوال اليوم حيث وجد الباحثون أن الذين يتناولون وجبة خفيفة في الصباح يميلون إلى قبول العروض المالية غير العادلة وأشار العلماء إلى أن صنع القرارات بكثير من الأحيان يتأثر بكمية الكربوهيدرات والبروتين المتواجدة على وجبة الفطور يعني كتير سالي مهمة أكيد وجبة الفطور دايماً بينصحوا أخصائيين التغذية أنه الأشخاص اللي بدون يتبعوا حماية غذائية ويطبعوا أنواع من الرجيمات ما يهملوا أبداً وجبة الفطور صحيح أريج وخصوصي لازم يكون مثل ما كمان أثبتت الدراسة أنه يكون فيها كربوهيدرات يعني الكربوهيدرات هي اللي بتعطي طاقة للجسم من الصبح ووجبة الفطور هي مادة كتير مهمة للجسم الصبح يعني ممكن الواحد ما يتعشى بس لازم يفتر أكيد هلأ رح نروح كمان أريج لدراسة جديدة بتقول أنه إنجاب الإناث يزيد متوسط عمر الآباء بنحو ست شهور مقابل كل أنثى ينجبها بينما لا يؤثر إنجاب الذكور على أعمارهم أيضاً أريج أشارت الدراسة أنه إنجاب الإناث يضيف جمالاً لحياة الأب ويمثل دفع لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل كما أن إنجاب طفل أو طفلة يعيد تشكيل دماغ الأب ويعمل على خفض مستوى هرمون التستورين الذكوري لديه وارتفاع هرمون أكسايتوسين الأنثوي يعني اللي بيجيب أولاده بيطول عمره بيجيب بنات تمام أريج وخصوصي بنات يعني ما بقى يهكلوا هم الأشخاص يلي يمكن شوي بفضلوا أنه يكون عندهم نصبية أكتر من البنات هاي دراسة أكدت أنه اللي بيجيب البنات بيطول العمر أكيد البنات هي دراسة أكيد طبعاً مولاً أنه نحن بنات بس يعني أكيد هي كانت أخبارنا الصباحية لليوم أما هلأ رح ننتقل سوى ونرجع بالذاكرة لنتعرف على أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم لكل يوم أحداثه وأخباره منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر في مثل هذا اليوم من عام 1946 فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي في جاكسون فيل بفلوريدا المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية عام 1957 انفجار بركاني قوي في الفلبين يودي بحياة 800 شخصاً وهو ثاني أقوى انفجار بركاني في القرن العشرين عام 1991 ومن أبرز الوجو التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1902 عالم أمريكي في علم النفس التطوري إيريك إيركسون عالم الكيمياء الأمريكي جون فان عام 1917 والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002 الممثلة المصرية هالي الصدقي عام 1961 ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1934 الموسيقي الفرنسي ألفرد برونياو عالم الكيمياء الأمريكي ووندل ستانلي عام 1971 صباحنا للسبأول ويمكن سوى نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ نهاركم سعيد يعني قريج سنين الحرب على سوريا ما أدرت للحظة أن تبطئ نبض التكافل الاجتماعي بين السوريين فقد وجدت الكثير من الجمعيات والمبادرات المجتمعية ليبقى السوريين على قلب واحد ومنها الجمعيات سالي جمعية نور للإغاثة والتنمية يلي أطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك وأطلقت تحملة بتحمل اسم من إيدك أحلى للإضاءة أكثر على هالفعالية معنا بالستوديو يارا ثم مديرة التواصل والإعلام بجمعية نور للإغاثة والتنمية يسعد صباحك أهلا سهلا فيك صباح الخير ورمضان كريم رمضان كريم يا رب يسعد صباحك يارا ورمضان كريم أكيد بداية خلينا نحكي عن من إيدك أحلى شو هيدا المبادرة وأديش مستمرة حملة من إيدك أحلى هي حملة أطلقتها جمعية نور للإغاثة والتنمية ببداية شهر رمضان الكريم الهدف مننا هو نشر جو من التكافل الاجتماعي من خلال مساعدة 30 حالة إنسانية طارئة وتأمين كسوية العيد ل300 طفل طبعا بفترة العيد هو هذا الهدف الأساسي تبع الحملة انطلقت مع بداية شهر رمضان بس نحنا من أول أسبوع بلشنا نفكر أنه كيف بنا نقدر نخليها تستمر لبعد شهر رمضان المبارك يعني تصير حملة دائمة عندنا بالجمعية لجمعة تبرعات ومساعدة الحالات الإنسانية وخاصة الأطفال لهيك أطلقتوا علي اسم من إيدك أحلى أديش بالفعل أنتو أتختاروا العنوان لفعاليتكن أديش كمان بيكون عنصر جذب لهالفعالية أكيد العنوان هو أهم شيء وإذا كان فيه طبعا شعار وأي بوست ممكن نشره على الفيسبوك أو شيء ممكن نحكيه عن الإعلام منحاول نفكر فيه كثير بدقة من إيدك أحلى هي الفكرة تبعا أنه كل الحالات الإنسانية المطروحة نحنا حاولنا نحط أرقام تواصل مع الحالة نفسها بمعنى أنه الشخص ممكن يتبرع عن طريق الجمعية كوسيط أو عن طريق جمعيات تانية بس ممكن كمان يتواصل مع الشخص المحتاج بشكل مباشر يعني نحنا دورنا هو وسيط أكتر من أنه موضوع التبرعات يعني راح تطلع من الجمعية هي بدأت طلع من الأشخاص مباشرة للناس المحتاجين تمام يعني كما شفنا مو بس تبرع مادي هناك فيه شغلات تانية أسمى وأهم خلينا نحكي عن الحالات اللي تم مساعدتها يعني قديش كان العدد إذا قدرت تحصري العدد يارا نحنا نشرنا تقريباً عشر حالات من بداية شهر رمضان اللي أغلقوا تقريباً ثماني الباقي في شي جزئي طبعاً الحالات اللي عم يتم مساعدتها مو كلها عم تنشر فوراً على الفيسبوك يعني أحياناً أنه منكون يعني هنا بيفضلوا أنه ما تنتشر ولا؟ بيكون في حدا مثلاً بيوصلنا خبر عن حداً محتاج شي معين كتير بسرعة فبتم مساعدته كتير بسرعة بشكل طارق يعني أنه حتى ولو بدنا نضطر لبعدين ننطر أنه يتصل حدا إذا كان في حابب يتبرع أو هيك أما الحالات اللي منشورة على صفحة جمعية على الفيسبوك خاصة يلي هي بيكون مثلاً بحاجة لمبالغ كبيرة شوي فهي عم نجمع بالتدريج يعني ممكن ما نقدر حتى لبعد شهر رمضان نأمل بعض الحالات اللي هي بحاجة مبالغ فعلاً كبيرة كمان مو بس التبرع بيكون مادي كمان مثل ما عرفنا أنه فيه أشياء تانية ممكن يتبرع فيه الواحد خلينا ناخد لمحة عنه هلا فكرة الشي العيني أكيد دايماً متروحة بسواء بهاي الحملة أو بشكل عام التبرع العيني بحملة من إيدك أحلى هو يعني نحنا مخصصينه لكسوة العيد للأطفال اللي حابب يتبرع بتياب للأطفال للعيد ممكن يتوجه لواحد من مراكز الجمعية أو ممكن يتصل على رقم موجود على الصفحة وبيروح شخص بيأخذ منه لطياب عن طريق السيارة الجوالة لجمع التبرعات العيني في سيارة جوالة كمان أكيد يارا بسنوات الماضية وتحديداً بشهر رمضان كنتوا تقدموا وجبات فطور وسحور للعالم طبعاً يلي محتاجي هل السنة كانت هادا الشي موجود؟ لا السنة حاولنا شوي نغير هلأ بشهر رمضان الماضي كان عندنا لقمة وطن كانت بمقر الجمعية بساحة الشهبندر يعني المقر الرئيسي وبشهر رمضان الماضي كان في عندنا مطابق خيرية بمنطقة دير علي كمان ساعدنا بإيصال أدوات للمطبخ ببعض المناطق اللي شوي محاصرة تماماً يعني هاي في معمضة هلأ هاي السنة نحن نحبينا نغير هلأ أول شي فكرة المطبخ الخيري أو توزيع الوجبات صارت كتير منتشرة طبعاً الله يعطينه العافية كل الشباب المتطوعين وهيك بس إلنا لحالنا أنه خلينا نعمل شي مغير ومشرت بشهر رمضان يكون المساعدة هي عن طريق وجبة ممكن أن نكون شخص بحاجة لمساعدة من نوع تاني بس بشهر رمضان العالم بتحب تتبرع بشكل عام فإلنا لحالنا ممكن نستغل هذا اللي بيكون الشخص هو حابب فعلاً يساعد الناس وأي حالة إنسانية ممكن أن نساعده بشهر رمضان وإن شاء الله مظلنا مستمرين إن شاء الله يا رأى أنتم مو بس بتتخصصوا بالمواضيع بتتعلق برمضان ومطبخ رمضان وحتى اليوم من إيدك أحلى كمان في لكم مجال طبي وإغاثي بتشتغلوا عليه كتير خبريني عنه نحنا بالعكس يعني الشي اللي متخصص فيه أكتر بجمعية نور هو جانب التنموي يعني أكتر من الإغاثي نحنا منستغل فترة شهر رمضان يعني نقوي شوي جانب الإغاثي اللي عندنا هلا من ناحية الجانب الطبي نحنا عنا مركز نور الطبي اللي هو بمنطقة الزاهرة هذا المركز صر له تقريبا سنة يعني أطلقناه تقريبا من سنة هو بقدم خدمات طبية يعني معاينة لبعض الحالات الطبية من خلال عيادة أطفال وعيادة نسائية عيادة داخلية وطب إسعاف سريع وطب طوارئ طبعا بشكل مجاني بالكامل من فترة كان عندنا لمدة ثلاثة شهور إحالات لبعض أنواع العمليات هلا حا منحاول نرجع نفعل هذا الموضوع يعني هو كان لمدة ثلاثة شهور ووقف هلا عم نحاول نرجع نفعله المركز موجود بمنطقة الزاهرة القديمة عند جامع العزيز أي حدا بحاجة أنه يتم أي معاينة بهالمركز أنتو جاهزين أكيد أكيد يعني ياري دائما بأي عمل في عقبات بيواجه العمل بتواجه أي حدا عم يشتغل أكيد شو العقبات اللي واجهتك؟ بشكل عام؟ بشكل عام؟ بالجمعية؟ هلا بشكل عام دائما نحنا منقول العقبات هي الوضع اللي نحنا فيه يعني اللي هو الوضع العام الوضع العام يعني هاي إجباري على كل الناس مثل ما هي عالجمعية خاصة لما نكون بدنا نوصل مساعدات أو نوصل بشكل عام لمناطق ساخنة أو فيها عمال عسكرية وهي فهي أكبر عقبة أكيد هلا فيه أشياء تانية مثل مثلا بحملة من إيدك أحلى أنه الناس عم تسأل طيب أنا شو عرفني إذا تبرعت بهذا المبلغ يعني لوين بتديروه هلا للأسف بسبب بعض التصرفات السيئة من بعض الأشخاص بهذا المجال يعني صار فيه صيد سيئ على الجمعيات بشكل عام هلا نحن منقول أنه بهاي الحملة وبشكل عام بأي حملة جمع تبرعات أو بموضوع جمع التبرعات بالجمعية كل شخص حابب يتبرع فيه يتأكد فعلا أنه هاي المصاري أو حتى الشي العيني لوين عم يروه حتى فيه يقابل الشخص اللي هو تبرع له يعني الموضوع فيه شفافية مية مية من هاي الناحية يعني هاي أكبر العقبات اللي متواجهناه كمان المرأة كان له إلى دور كتير كبير عندكم تخصصتوا بمجال كمان المرأة اليوم بتظل الحرب اللي عم تعيشها قديش حاولتوا بالفعل تدعموا المرأة وتكون فعالة بمجتمعها بتظل الظروف؟ طبعا موضوع المرأة إجا من الاحتياج يعني نحنا بشكل عام لما بلشنا بالجمعية كان توجه أكتر شي للإغاثة وللأطفال فدائما الأطفال يعني مين اللي لما بيجوا الأطفال على المراكز اللي يكون فيه نشاطات معينة تعليمية أو ترفية دائما بيجوا معهم أمهاتهم يعني ليوصلوهم قويك فبيسألونا أنه ما في شي لألنا من هون إجلت الفكرة أنه نحاول نشتغل شي مخصص للنساء والسيدات بنفس المناطق اللي نحنا أساسا مراكزنا موجودة فيها ببداية بنهاية السنة الماضية تم افتتاح مركز نور للمرأة يلي هو بقدم مجموعة من الخدمات للنساء منها الاستشارات القانونية والدعم النفسي الاجتماعي دورات التأهيل المهني بالإضافة لعدة خدمة طبعا إذا كان فيه مساعدة إذا كان أحدا بحاجة لمساعدة بحالات معينة طارقة يعني بقصد مساعدة مثل السلة الغذائية أو صحية أو غيرها المركز موجود بمنطقة صحناية بصحناية موجودة ثلاث مراكز هنا مركز أنشطة تنموية ومركز تأهيل مهني ومركز للمرأة هناك كثير قرابة على بعض يعني بصحناية بريفتلش بصراحة يمكن مركز نور للمرأة من أكثر المراكز اللي عليها أقبال يعني من قبل السيدات والنساء وفعلا كان فيه قصص نجاح كتير حلوة ومميزة يعني مثلا من فترة كان فيه صبية عندها شلل دماغي سجلت بمركز نور للمرأة لحتى تتعلم تقرأ وتكتب يعني سجلت بدورة محو أمية يعني اللي بيشوف هيك حالة بيقول هذا الشي مستحيل يتحقق يعني بس هي الصبية كانت فعلا حلمة أنه تتعلم تقرأ وتكتب وبالفعل يعني قدرت بنهاية الدورة أنه تتعلم ووصلت لهدفها يعني اللي هو يبدو للوهلة الأولى مستحيل يعني ما في شي مستحيل بالإرادة يارا وأكيد بشهودكم اللي عم تبدل خلينا نحكي أنتوا عم طبعا يعني عم تقدموا غير العمل الإنساني هناك مشاريع عم تترحوها في خطط خلينا نحكي شوي عن مشاريعكم وخطط العمل المستمرة طبعا ضمن جمعيتكم المستقبلية هلأ بشكل عام نحن عنا مشروع يعني مشروع هو للأطفال واليافعين اللي هو مشروع بداية اللي فيه مراكز بصحناية تأهيل مهني وأنشطة نموية ومشروع الخاص بالمرأة والجانب الصحي طبعا هلأ بالمستقبل نحنا خططنا إن شاء الله أنه يكون فيه توسع جغرافي يعني حيكون فيه مراكز بمحافظات تانية من هالمحافظات سويدة وحلب إن شاء الله يعني لهلأ الموضوع قيد الإنشاء والتجهيز يعني فهذا التوسع حيكون على هذا المجال من ناحية الخدمات نحن يعني دايما كل ما تبرز حاجة جديدة نحاول نلبيها بأسرع وقت ممكن فخدماتنا بتشمل يعني كتير شرائح من المجتمع التوسع إن شاء الله حيكون بالاتجاه النطاق الجغرافي يعني إن شاء الله أكيد يعني دايما تكون أيدي الخير اللي عم تقدموها موسعة أكتر وأكتر وبتشمل كل المحافظات بدي أشكرك كتير لوجودك معنا اليوم يا راتوما وإن شاء الله كل التوفيق لألكم وكل شي جديد عم تحضروا له كمان تكونوا موفقين فيه شكرا للكم أكيد يا راتو شكرا كتير لألكم شكرا للجهود المبدولة على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد الإنساني بظل الحرب على سوريا شكرا لألكم رمضان كريم شكرا للكم رمضان كريم رح ننتقل هلأ يا أريج لمدينتين نبل وزدهراء بمناسبة شهر رمضان الفضيل شهر الخير والبركة وبمشاركة عدد من فعاليات وبالتنسيق مع مكتب الشهيد أقيم مهرجان ترفيه للأطفال وأبناء الشهداء تضمن ألعاب عديدة ومسابقات رياضية تفاصيل أوفة مع مراسلنا بنبل وزدهراء مصطفى كوسى من تابع سوا افتتاح مهرجان للأطفال وأبناء الشهداء بمشاركة عدة فعاليات في مدينتين نبل وزدهراء بالتنسيق مع مكتب الشهيد وبمناسبة شهر رمضان المبارك أقيم مهرجان ترفيهي للأطفال وأبناء الشهداء تضمن ألعاب عديدة ومسابقات رياضية بهدف رسم الفرحة على وجوههم وتعويدهم عن بعض ما مروا به من سنين حرمان وحصار بسبب المجموعات الإرهابية قمنا بافتتاح مهرجان ألعاب أطفال ومسابقات والغاية منه رسم الفرحة وإضفاء البهجة والسرور على قلب وشفاه الأطفال أبناء الشهداء الذين ضحوا من أجلنا وبفضلهم نحن ننعم بالأمان وعهدا علينا من أجل هؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجلنا أننا سنبقى نبذل كل جهدنا من أجل إسعاد أبناءهم خامت مجموعة من الفعاليات الثخافي في مدنيتين بولة والزهراء بمجموعة من المسابقات وذلك لرسم البسم على شفاه أطفال الشهداء بعدما عانوه خلال الفترة السابقة من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة وقد شارك عدد كبير من الأطفال في هذه الألعاب فرحة كبيرة رسمت على وجوه الأطفال الذين شاركوا بالمهرجان حيث عبروا عن سعادتهم وامتنانهم لكل من عمل وساهم في تجهيد هذا الحفل نحن اليوم كثير مبسوطين بالمهرجان لأنني كثير عبر عن الشغلات وكثير أن الأطفال اليتامة مثلا كثير مبسطة وبتمنى دوم هيكي حتى انبسطنا أنه وقت شكنا رفقاتنا وأنه خصوصي بعد خلصنا المدى سيصالنا زي ما ماشتنا بعد وانبسطنا هلأ أنا اليوم جيت على هذا المهرجان كان فيه كثير ألعاب ومسابقات أنا شاركت بالمسابقات وفزنا أنا ورفقاتي أنا عبر شهيد جي شاركت بهذا المهرجان اللي فيه مسابقات وألعاب كثير ونحن نبسطنا كثير ومنشكر كل اللي إجا وساهم بهذا العمل يوم رح كثير مبسوطين بهذا المهرجان لأنه عن جات كان كثير حلو رحنا شاركنا بكل الألعاب فيه ألعاب كثيرة وكثير ساهموا الله يعطيني العافة العديد من الشبان تقدموا طوعا للمشاركة بهذا المهرجان للإشراف على الأطفال من أجل أن تسود المحبة والإلفتة بينهم في ظل ما تواجهه سوريا من حرب هدفها التأثير على عقولهم من دب الوزهراء مصطفى كوسى الإخبارية السورية سعلي هلأ منوصل لجولتنا الثقافية والبداية من دمشق حيث كرمت وزارة الثقافة الطفل قيس الصفدي عزف لبيانو والطالب بمعهد صلح الوادي للموسيقى الذي شارك بمهرجان موسيقى الأجيال الروسي الذي يقام سنويا في قصر الرئاسة الروسية الكريلم وهو أصغر المشاركين في المهرجان وحقق نجاحا كبيرا نال استحسان الحاضرين ليكون ضمن الموسيقيين الصغار الأربعة الذين اخترتهم لجنة المهرجان والتلفزيون الروسي للريبرتاج التعريفي عن المهرجان لهذا العام كاميرا الإخبارية السورية واجدت بالمكان برفقة زميلتنا لنا شايبون من تابع مع بعض انا رحت عروسيا ومسلت بلدي ونيكي وبيانيلي التكريم أنه أنا ننتجيه الدعبي واللي بده يشارك بهيك مهرجانات لازم يشتغل على حاله لحتى أنه يصير عنده ويكشي المشاركة هي إثبات وجود للموسيقى السورية بالمحافل الدولية وهذا مهم جدا ضمن هذا الظرف أنه ما ننتجه نحن في هذا الظرف الصعب سر القدرة موجودة على أنه نحن نسبة وجودنا الدعم للعالم ونكون منافسين يوم مشاركة قيس في موسكو وفي هذا المهرجان وفي بلد تعتبر فيه الموسيقى يعني متقدمة جدا هذا إنجاز كبير لسوريا لوزارة الثقافة للفن السوري وأنا أقول دائما أن البلد المجيد تتجدد فيه إفرازات الثقافة إن كانت موسيقى أو فن تشكيلي أو سينما أو مسرح وأنت كما تلحظين أن سنوات الأزمة هذه أفرزت فنا عظيما سواء في كل هذه المجالات التي ذكرت وهي حقيقة تذكرني بأن الأمم العريقة دائما في سنوات التحدي تجود بأفضل ما لديها ترجمة نانسي قنقر أريس رح نروح لخبرنا التالي من دمشق حيث أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن إقامة ورشات لكتابة السيناريوهات السينمائية للأفلام الروائية الطويلة لمواضيع بتعالج نواحي الأزمة بسوريا ومنعكسات الاجتماعية على الإنسان السوري ويبلغ عدد الورشات المقررة ثلاث ورشات تتألف كل منها من ثلاثة كتب بإشراف أستاذ متخصص بالشأن السينمائي حيث يحصل فريق عمل كل ورشة على مكافآت مالية تعادل أجر كتابة السيناريو السينمائي حسب التعرف المعتمد لدى المؤسسة وعلى الراغبين بالمشاركة بالمشروع التقدم بطلب لديوان المؤسسة مرفقا بسيرة ذاتية وصورة هوية شخصية وفكرة عن مشروع السيناريو الذي يرغب بتقديمه حيث تقوم لجنة مختصة بدراسة الطلبات واختيار المواهب التي سيتم تشكيل ورشات الكتابة منها وذلك لغاية السابع والعشرين من الشهر القادم وفي عالم الفن السابع رح نبقى لكن هالمرة مع فيلم الممياء من إخراج أليكس كورتزمان وبطولة توم كروز حيث حقق الفيلم 147 مليون دولار بالأيام الأولى من عرضه وحسب وكالة تاس الروسية حقق الفيلم فيلم الممياء هذا الرقام على الرغم من تنبؤات النقاط بفشله حيث توقعوا بأنه سيجني ما لن يزيد عن 130 مليون دولار وبهذه النتائج شغل الممياء المركز الأول بين الأفلام المعروضة ب41 بلد لتتعدى بذلك إيرادات أفلام شركة بيكتشر يونيفرسل ثلاثة مليارات دولار ويذكر أن الفيلم يعرض الآن في 44 ألف دار سينما حول العالم ترجمة نانسي قدام ترجمة نانسي قدام ترجمة نانسي قدام اريجو مع اخبار الفن السابع وصلنا لنهاية جولتنا الثقافية لليوم عودة لمتابعة محطاتنا الرمضانية المتنوعة لكن بعد الفصل سالي دايما المجموعات الشبابية وعم يقوموا بحملات لتبرع بالدم حملات كتير ضخمة اكيد لحتى يدعموا الجيش العربي السوري اللي عم يقدم تضحيات كتير كبيرة واليوم اتحاد شبابة الثورة قام بحملة تبرع بالدم بدمشي خلونا نتابع مع بعض كيف كانت الاجواء بمناسبة اليوم العالمي لتبرع بالدم اللي بيصادف 14-6 من كل عام حبينا بقيادة المنظمة وحبوا شباب المنظمة يعني يقوموا بحملة تبرع بالدم طبعا ليست فقط في دمشق وانما على مستوى المحافظات هي عربون شكر وتقدير لتضحيات جيشنا الباسي اللي عم يسطر كل يوم اروع واعظم الانتصارات وطبعا هذه الحملات هي لجرحة الجيش العربي السوري وطبعا هي اقل ما يمكن ان يقدموا شباب الوطن لأبطال ما أبطال الجيش العربي السوري يجينا اليوم حتى نبرع بالدم لأنه جيشنا بيستاهل أكتر منيك وأكيد بيستاهل أنه نحنا نتبرع بالدمنا وهو عم بضحي بحياته كرمالنا يعني شي طبيعي إنه نحنا نتبرع بالدم يجينا لهون منشان يكون مساهمة فعالة مننا نحنا الشباب وأكيد لازم نكون نحنا السباقين لهذا الموضوع قرر في رعدة مشخي الاتحاد شي بتتثوره بيشارك بحملة تبرع بالدم باليوم العالمي للتبرع بالدم لنساعد جرح الجيش العربي السوري يلي سطروا ملاحم المجد والنصر يلي دافعوا عن كل شبر الأرض في سوريا ودافعوا عن كل نقطة بي سوريا مناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم شبيبتنا قررت أنه تساهم بهذا الشيء وبهذا اليوم الكبير نحنا نجينا لهون حتى نتبرع بالدم يمعني اليوم يوم التبرع بالدم العالمي مش عن شباب سوريا كلهم وجيش العربي السوري وليحنا ما زلنا هلأ شباب وقادرين على تحمل الصعاب وتبرع شوي من دمنا إحنا اليوم جاين من اتحاد شبيب السوراء لحتى نتبرع بالدم لأبطال الجيش العربي السوري يوم ضيفنا عبي يحمل صوت طربي أصيل استطاع بطفولته أن يأثر كل من سمعه سواء بمسلسل الثورية أو على المسرح ليكمل درب الموهبة بالأكاديمية والدراسة بالمعهد العالي للمسيئة أكيد يا أريج لم يستعجل الشهرة فسارة بخطوات متأنية ومدروسة ليثبت مكانته الخاصة لدى محبي الفن الأصيل والصوت الراقي الجميل ضيفنا لليوم الفنان سومر نجار إسعد صباحك ورمضان كريم يسعد صباحك سالي وأريج ويسعد صباحكم وكل فريق العمل بالإخبارية السورية وكل اللي عم بيحضرونا من صباح الخير ورمضان مبارك عليكم يا ربي نعاد على الجميع بالصحة والسلامة وعا كل السورية وكل السوريين يا رب أهلا وسهلا فيك سومر ضمن صباحنا لليوم سومر كل من بيسمعك بتاخده البعيد إن كان بالموسيئة والصوت واللحن بالعموم أنت كيف بتختار نمطك وكيف شكلت لحالك هالخصوصية هاي وهالنمط الخاص فيك هلأ يعني بعتقد إنه أنا ممكن من طفولتي ممكن ربيت على نوع من الأغاني خلين أقول الجادة والملتزمة والطرب فبتستهويني هاي الموسيئة الشرقية الأصيلة بتلامسني بحبها كتير هاي البداية كان خلين أقول بعدين ممكن صاروا مشروع وطموح إنه أنا لأ أطلع على هذا الموضوع أكتر فدرست في المعهد العربي للموسيئة أتعلم دقالة عود بعدين أجت دراسة المعهد العربي للموسيئة بالغناء الشرقي فهذا الموضوع يعني خليني أتنور أكتر أعرف أكتر شو أسمع وكيف أسمع كيف أتزوّق الشيء لأنا بحبه أكتر حلل المادة أكتر يعني فيمكن هيك على أغلب هيك فهذا الاختيار بيكون من خلال أنه ميول هذا اللي بحبه أنا وهذا اللي بستهويني بالموسيئة سومر طبعا مسيرتك الفنية قديمة قبل الاحتراف بديت بمسيرة منذ الصغر نحكي عن الخطوات اللي بلش فيها سومر نجار من حب الفن طبعا من عشاق الفن دائما للإنسان بس بلش بخطوات بيكون حابب هالشغلة خلينا نحكي عن خطواتك يمكن ربما البعض بيعرف سومر بعمر صغير أنا بدأت بعمر أربع سنوات يعني في الغناء والعزف على قبلة الإيقاعية يعني هاي البدايات كانت ومن خلال الحفلات اللي كانت تقام أنا من موليد مدينة حلب فمعظم كانت مشاركاتي كانت بمسارح الجامعة بحلب كنا نقدم فقرة الأغنية الملتزمة أنا وإخواتي يعني هاي كان خلينا نقول بالبدايات كانت بعدين إجت مرحلة دراسة الموسيئة وشوي شوي من خلال إذاعة دمشق بعدين ببرنامج مواهب بعدين طريق النجوم بعدين خلينا نقول بمسلسلة ثورية كالك بسمة واضحة؟ أتمنى إن شاء الله ما بعرف اليوم شو حابب تبدأ صباحك معنا وتسمعنا نقول نقيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي زهرات البق في الشهرة مع شهرة تشكيلي نقيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي زهرات البق في الشهرة مع شهرة تشكيلي نقيلي أحلى من ضحكة أطفال 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 زهرات البق في الشهرة زهرات البق في الشهرة لما تنسى طبعا هي براكرتنا مطبوعة ولكن قديش مهم إنه نعيد إحياء هدول الأغاني والله هو يشوفي لألك شي يعني أنه أنا اللي بيستهويني هو الكلمة الحلوة اللحن الزكي وبحب الصوت الحلو في مجموعة كبيرة من أغاني الفولوكلور والتراس اللي هي حتى لو كانت مواضيع خلينا نقول بسيطة يعني على الصعيد اللحن ولكن أحيانا هي البساطة بيكون فيها جمالية بحب الأصالب هي الأعمال مثل سواء تجربة الفنان الكبير الأستاذ زكي ناصيف أو في كتار كتار من العمالقة يعني اللي أنا بحب الموسيقى تبعه أنا بحب هذا الوجدان العالي هذا الحس الحلو الموجود بالموسيقى تبعه بالجملة الموسيقية وبالكلام أي بيستهويني فبحب أنه دائماً أقدمه بحفلاتي وهذا اللي بستمتع فيه أنا كسومر أني أسمعه بتمنى دائماً أقدر بكل حفلات يقدم هذا الفن اللي بحسه نظيف فيه أصالة فيه بالفكرة فيه دحن زكي فيه كلمة حلوة مثل ما حكينا من شويه بتمنى أكيد فيه رقي يعني بتفرض حالة المزيكة الحلوة بتفرض حالة بعد حالة أكيد سومر كمان سومر أنت اهتميت بالأناشيد الدينية والتواشيح الرمضانية اليوم كمان بشهر رمضان المبارك دائماً بتأتحفنعه وبهالصوت الجميل بالأمور الأناشيد الدينية نحنا رح نتابع مع بعض كليب صغير لأناشيد اللي حضرتك قدمتها ونرجع من نكفي حديثنا معك نحكي عنه ليش لا شهر العظيم تحية هل منك درس يأخذ الإنسان؟ وما حملت إلى الحياة حياتها فهدى الحياة وروحها القرآن يا أيها الشهر العظيم يعني سومر متل ما تعبعنا كمان الموشحات وخصوصي هلأ بشهر رمضان شو حابب تسمعنا؟ هلأ هاي تجربة نحكي عنا شوي أنه هي تجربة نعاملة على فكرة من زمان قديمة كتير وكنت أنا محظوظ أنه يعني اختارني الملحن الكبير الموسيقى الاستاذ ردوار رجب الله يرحمه وهو فنان معروف يعني بالوسط الموسيقى بيعرفوه له تجربة كبيرة مملح لكبار المغنيين العرب والسوريين أختارني لأداء ثلاثين توشيح ديني في منه كان فلوكلور قديم هو رجع يعني كشعر شعر قديم ورجع عمل ألحان جديدة هو وفيه بالإضافة أنه كلام جديد ولحنه هو طبعاً في شي من كلماته في شي كان من كلمات الشاعر استاذ معتصم حمزة في شي لأستاذ صالح حواري فتجربة غنية خلينا نقول على الصعيد الموسيقي لأنه كتير استعمل مقامات ما عدنا شفناها مثلاً موجودة في الأغنية فهو مشروع أغنية يعني فيه مثلا مقام النكريز ولا مقام الزنجران هالتجربة هي قداش حكملتك مسئولية سومار؟ تجربة واختيار يعني مميز يعني أنا أرى برأي لك شعر الغناء الديني كل المغنيين يعني كبار عمالقة الفن هن قدموا غناء ديني السيدة فيروز ممننسى الغناء الديني اللي قدمته التراتيل الرائعة والساحرة اللي قدمته بصوتها الأستاذ وديع الصافي قدم مجموعة كبيرة من الأغاني الدينية والتراتيل السيدة أم كلثوم عبد الحليم حافظ كل الفنانين الأستاذ صباح فخري كانوا حريصين لأن الغناء الديني فيه خصوصية فيه روحانية تماماً فيه جمالية فيه سحر بالكلام سواء الصوفي أو حتى الغزل في الحضرة الإلهية هذا السمو بالمشاعر والحب والعواطف كثير حلو وحبت شغلتني وحبيت الشغل مع الأستاذ رضوان وحسيت أنها تجربة كثير مهمة للي أنه أنا غني ألحان صعبة يعني إذا منسمع الأعمال كلها في منا البسيط بس في منا بعض الأعمال هي كثير بدي أداء كمقام يعني وحتى فيه من بعض إيقاعات مركبة كمان استعملناها مثل الدور الهندي أو يعني خلينا نقول اليوروك الموسيقين بيعرفوا شو عم نحكي ما عدتني مستعملة كثير خلينا نقول بالأغنية الدينية فهو تطرق لهذا الموضوع واستعمله يعني فإن شاء الله تكون هيك تجربة منيحة بتمنى تكون على الآن بذكرت الناس شو راح أسمع منقول من قصص رمضان اللي عاملينهم تحبوا الله تفضل أكيد كيف ح Quran تفضل أكيد المترجم للقناة أنا في رحاب الله طائر حر المناسة من المشاعر أنا في رحاب الله طائر حر المناسة من المشاعر النور في صدري كبحر هائج اللجاة زاخر أنا في رحاب الله أنا في رحاب الله الشوق في قلبي ملاك دارع العينين طاهر أمضي وفي يمنا يا إيماني وفي يسر المفاخر أشوق في قلبي ملاك دامع العينين طاهر أمضي وفي يمنا يا إيماني وفي يسر المفاخر أنا مؤمن بالله وقلبي كعطر الروضي ساجر أنا مؤمن بالله وقلبي كعطر الروضي ساجر أنا في رحاب الله أنا في رحاب الله أنا في رحاب الله الله سلام والصوت سومر شكرا لك سومر مثل ما حكينا حضرتك بلشت من عمر صغير وأيضا ما كان الموضوع بس موهبا كمان ثقلته أكاديميا أول نقطة أديش مهم الواحد بالفعل يثقل موهبته أكاديميا وماذا هذا الشيء خلاك تنطلق أكتر؟ يعني بعتقد أكيد دراسة كثير مهمة للمغني وللموسيقي وخصوصا إذا في موهبة يعني بطور أدواته وأكيد يعني بتخلي تتفتح عيونه على قصص يمكن ما كان ينتبه له ما كان يعرفها تتوسع معارفه بهذا المجال لا وبيطور إمكانياته وأنا مع الدراسة الأكاديمية أكيد وكثير مبسوط أني أنا الحمد اللي درست شي بحبه يعني أنه الموسيقى هي بيدمي فأنه أنا درست شغلي بحبها فبعتبر حالي الحمد اللي محظوظ بهذه القصة قديش هي فادتني يعني ما بعرف ممكن تكون هي بخير نقول الناس من خلال شغلنا هي بتحس بالقصة أكتر يمكن هيك أكيد سومر سومر بمع انتشار موجة الأغاني الحديثة وظهور فنانين طبعا ما بنا نقول أنه شوية صوتهم ما كتير بس حتى الكلمات بيظل هيدا الفوضى اللي صالت أنا بقول لعنا فوضى فنية بتخيل قديش مهم الطرب والأشخاص يلي بيتمتعوا بأصوات جميلة قديش مهم إحياء الطرب الأصيل بظل هيدا الفوضى الفنية يعني بالنهاية ما بدي أحكي عن تجارب الأخي الله يوفق الكل يعني بالنهاية كل واحد يحر بمشروعه بوجهة نظر هو ما بنقول كل شي حديث سيء لأنه في تجارب جديدة هي حلوة وفي البعض عم يشتغل بشكل حلو الله يعطيه العافية ومنحبهم وأنا بسمع كل شي بالمناسبة حتى نهرف بسمع راب حتى وهيك أصلا بسمع طبعا بسمع غربي وبسمع كل شي كل الكل الكل الستايلات أو كل المدارس الفنية ومعاصر سومر بتعتبر الأغاني الحديثة هي من أحد المدارس الفنية لا أنا عم بحكي كنا عم نحكي عن الستايلات والمدارس فيما يخص مثلا باروك خلينقول كلاسيك رومانتيك ممكن نكون معاصر في دول مدارس أما فيما يخص ممكن نكون خلينقول اسلوب نمط ستايل سميمها شئتي ما رح نختلف على التسمية هلا ممكن هلا فيه بش الله يعني فيه ناس انين أطلقوا أسماء جديدة تماما فالله يوفقهم ويعطيهم العافية على تعبهم يعني أنا بحب الكلب الله يوفق الكلب بسمع فيه شي بيلامسني بحبه فيه شي لا يعني إن جيتي لأيلي أنا كسومر أنا بحب الطرب مثل ما تلك من شوي أكتر بستمتع أكتر لما عم غني أغنية فيها صعوبة باللحن بالموسيقى فيه شعر حلو فيها هي بتستهويني أكتر ونحن كمان نسمع منك أغنية إذا تحب طروبية أو بما أن حضرتك من حلب كمان إذا تحب تسمعنا أي شيء بتعلق القدود الحلبية يا عزو أكتر أكيد يعني حلب غنية بهذا الموضوع يا عزو أكتر اشتركوا في القناة اللي سأوها بده مع العين والقلبي ما يهوها لاتنين بده واحدة حلبية يا خير طعمان الأراصيل طعمت طعمان الأراصيل يا خير طعمان الأراصيل والأراصيل عالم روب والله عالم بالقلوب وكل من في عنده محبوب وراحت العثر عليك يا سيني طعمان الأراصيل طعمت طعمان الأراصيل تحت غدجها ويتعالجنا صار سحب السيوف يا ويل حالي يا ويل يا ويل يا ويل حالي أخدوا حبي وراحوا شمالي وراحوا لبعيد لبعيد راحوا كيف ببي طير وجناح مالي يسلم هالصوت سومر شكراً كتير لألك سومر أنت وصلت له المرحلة بعد جهد وتعب وتحضير لوين كمان حابب توصل وشو طموحك لوين بدي توصل في كتير أشياء براسنا بس خلينا نقول بالورط الحاضر هلأ يمكن أكتر شي حابه خلينا نقول أمنية أني كرس وقتي أكتر لحفلات دار الأوبرا يعني أكتر مكان هيك بحبه أنا وقريب من قلبي وبحب الوقفي أنا خشبة المسرح فيه هو دار الأوبرا فإن شاء الله من بعض رمضان إذا الله رد في كزا يعني فكرة كرمال نعمل كونسرت إن شاء الله بالدار وبشكل دائم دوري إن شاء الله فأنا نرتب لهذا الموضوع وفهذا خليني بخليني أقول ورشة عمل في البحث في الاختيار لمواد موسيقية وغنائية تكون مناسبة لألي والناس تحبها كمان إن شاء الله الله يوفقنا بتمنى يعني أكيد موفق أشخاص وفنانين أثروا بثومر من هنه؟ كتار يعني بحب كتير وقالت لك أنا يعني أي صوت حلو هيك بسمعوا بيسحرني نحنا ما رح نحكي كمان عن الفنانين عن الأشخاص مثلا أكيد العائلة العائلة بدرجة الأساسية أخواتي كلهم فضل كبير يعني أخواتي كلهم كلهم فضل كبير أنا عمر صغير تحفيظي الأغنيات الصعبة تدريبي كل أخواتي الحقيقة يعني لهم فضل بهذا الموضوع والإضافة بعدين بمرحلة الدراسة في المعهد العربي خلينيقول بسن مبكر أسادستي في المعهد يعني كام منهم الله يرحموا الفنان الكبير أستاذ مصنفى الدرويش ابن العلام الكبير الأستاذ الشيخ علي الدرويش الله يرحموا الله يرحموا الأستاذ أحمد نهاد الفرة وكتار حيقا بتمنى أذكرهم كلهم بعدين يعني هذا الموضوع خلينيقول أكتر ما رح يتأثر فيك بمرحلة الطفولة دب تعلمي منهم الموشحات والقدود والأغنيات والقصائد ولا شك فيما بعد في مرحلة الدراسة في المعهد العالي يعني كمان اكتسبنا خبرات وبتمنى أذكر كل الأستاذ اللي 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 لهم فضل وساعدونا ووقفوا معنا بتشكرهم من قلبي أكيد أكيد كمان نحن نتشكرك ونتشكر وجودك معنا اليوم ضمننا صباحنا نورتنا سومار وأكيد كل التوفيق لإلك بتشكرك أريجو شكرا لك سالي ولكل فريق العمل بالإخبارية بهالبرنامج الحلو أنا بتتابعكم على الطول وبحبكم كتير الله عطيكم العافية يا رب وإن شاء الله رمضان كريم على الجميع يا رب وكل عم بطرورنا شكرا كتير لإلك سومار هلأ أريجو راح ننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار اللي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا علا أبو خضر يسعد صباحك يا علا يسعد صباحك سالي وشكرا لإلك مشاهدين نبقى مع موجزا لأهم الأنباء بعد الفاصل أهلا بكم أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن الجولة المقبلة من محادثات الجناف حول الأزمة في سوريا يمكن أن تعقد في تموز المقبل بناء على مدى ما يتم تحقيقه من تقدم في إنشاء مناطق تخفيف التوتر مشيرا إلى أن اجتماعات تعقد بهذا الشأن أكد تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة قيام كان الاحتلال بتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في سوريا بما في ذلك تنظيم جبهة النصر الإرهابية وأشار التقرير إلى أن قوة الأندوف رصدت قيام قوات الاحتلال بتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل فضلا عن قيامها بالتواصل والتنسيق المباشر معها وتحدث التقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجولان السورية وقيام سلطات الاحتلال بارتكاب اعتداءات على الأراضي السورية قال رئيس وزراء وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم إن الجميع ارتكب الأخطاء في سوريا بمن فيهم الأمريكيون بن جاسم كشف أن مشيخته شاركت في غرفتين عمليات واحدة في الأردن والثانية في تركيا وشارك العديد من الجهات في هاتين الغرفتين كالسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء آخرين وفي تركيا الشيء نفسه وحاول بن جاسم الذي اعترف بدعم المجموعات الإرهابية أن يرفع المسؤولية عن مشيخة قطر ويحملها للولايات المتحدة الأمريكية معترفا بأن بعض الجماعات لديها أجندات مختلفة عن أجندات مشيخته في خبرنا الأخير تجمع المئات من المصريين أمام نقابة الصحفيين المصريين لرفض تنازل مجلس النواب المصري عن السيادة على جزيرتين تيران وصنافير لمصلحة النظام السعودي ووقعت اشتباكات بين المحتجين وبين قوات الأمن المصرية التي ألقت القبض على العشرات منهم وأحالتهم إلى النيابة العامة وكان مجلس النواب المصري وافق أمس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تتخلى بمجيبها مصر عن سيادتها على جزيرتين تيران وصنافير لمصلحة النظام السعودي بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجة سأعود إليك سالي شكرا لك زميلتنا عولة أبو خضر أكيد مكافيين بباقي فقراتنا الصباحية لليوم وهلأ وصلنا سالي لما حدثنا الرمضانية المتعلقة بالتغذية ورح نسلط الضوء فيها على عارض صحي أو مشكلة بيعاني منها العديد خلال هالفترة نتيجة تغيير مواعيد الغذاء وطبيعتها أكيد نحكي أكثر عن هالموضوع ومسبباته وترق تجنب الإمساك اليوم بصرنا أنه نرحب بأخصائية التغذية دعاء شعبان وأكيدنا نحب نذكر لكل اللي حابب يتواصل معنا فيكن تتواصلوا وتشاركونا ضمن هالفقرة على الرقم الظاهر على الشاشة صباح الخير صباح الخير يسعى صباحك يسعى صباحك ورمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم بداية خلينا دعاء نحكي عن الغذاء بشكل عام أديش الغذاء هو العنصر الأساسي لجسم الإنسان نحن مثل ما بنعرف أنه الغذاء هو المسير للإنسان مثل باقي الشغلات خلينا نحكي عن الغذاء بشكل عام هلا أنتنا بنعرف أهمية الغذاء بشكل عام هي كتير كبيرة كيف إذا كانت مربونا بأجواء حارة بتناول وجبات قليلة عم يكون عدد قليل مشان هيك نحكي اليوم أهمية الغذاء الصحية قديش مهم من ناحية الإنسان اللي بيأخذ غذاء الصحي من ناحية الفيتامينات المعادن قديش إذا أخذ هات الغذاء قديش بيحسن من حالته الصحية هلا موضوع الغذاء دائما هو موضوع وقائي أكتر من أنه علاجي يعني نحن نأكل غذية صحية كتير عم نقحانا من الأمراض حتى هلا كتير الدراسات ملاحظ إن كان سلطانات ولا أمراض الكولون ولا الإمساك ولا أي أمراض تانية ولا السكري كلها متعلقة بالغذاء حتى البدانة صارت كلها متعلقة بالغذاء وبالآخر هي عم سببنا هي كلها يعتها أمراض لذلك غذاء الصحي كتير مهم لأجسامنا كتير مهم ليقيننا من الأمراض حتى أنصبنا أمراض كتير مهم ليحمينا أو بيساعدنا على العلاج وأكتر بيساعد يعني الدواء كمان دعاء خلال شهر رمضان مبارك وفترة الصوم كتير أشخاص بيعانوا من موضوع الإمساك خبرين ليش بيزداد بصيام رمضان فعلا أريج هذا الموضوع كتير شائع خلال فترة رمضان يعني كتير الأشخاص بيسألوني الناس وجونا عندي نحن عم نعاني من الإمساك ما كنا عم نعاني منه قبل فترة رمضان هلأ هذا الشي بيرجع لتغيير وقات الطعام الجهاز الهضمي بيكون مالهم متعود بيرجع لقلة السوائل بيرجع لوقيت الغذاء اللي عم تناوله إذا كان خاطئ بيرجع كمان الأشخاص يلي عندهم أحيان فقر حديد بيركزوا كمان بيأخذوا أدوية الحديد خلال شهر رمضان كمان دول حدو بيعمل الإمساك كان يعدت عوام بسبب الإمساك خلال شهر رمضان نحن هلأ محكي شوية مساعدهم كيف يتخلصوا منه إن شاء الله بالموضوع التغذية أكتر دعاء هلأ بشهر رمضان المبارك منلاقي ببدايته خاصة الانتقال من فترة أنه كان الشخص بيأكل ثلاث وجبات هلأ صار رح يمد فترة طويلة ويكون على وجبة الأفطار شو الأغذية اللي لازم تتواجد على صفرة رمضان وكيف الكميات اللي لازم يأكلوها حتى ما يصير مثلا خلينا نقول إمساك أو مثل ما حتى أحيانا الواحد عصر هضل تماما يعني في مشاكل ممكن نحكي عنه هلأ أكتر شي هي مشاكل الجهاز الهضمي هلأ في نقطة زكرتية أنه نحن من قبل بناكل ثلاث وجبات يعني قبل الأيام العادية هلأ هو المفروض نحن من الأيام العادية ناكل خمس أو ست وجبات هلأ بحكي عليهم كيف وبرمضان نوصل لثلاث لأربع وجبات هلأ ومن أحكي ثلاث أو أربع وجبات طبعا ما عم أحكي وجبات رئيسية يكونوا بعادة وجبة الأفطار يعني نحن مفروض يكون عنا وجبة الأفطار يكون عنا وجبتين بيناتهم وبالآخر وجبة السحور نصل لأربع وجبات لحتى ما نعاني بالإمساك يعني نحن خلال رمضان لازم تكلم نهتم موضوع الألياف ندخلها لإجسامنا عن طريق الوجبات الخفيفة اللي عم تكون بين الأفطار والسحور كمان ننتبه لموضوع السلطات حتى ندخل الألياف لازم ننتبه لموضوع الخبز اللي عم نتناوله نحن دائما خصائيين تغذية بيركزوا عن موضوع الخبز الأسمر يعني عم نلاحظ بتنكزى حلقات داشت له فوائد عديدة غير مشان ضبط الوزن غير مشان ضبط موضوع السكري كمان كتير مهم خاصة للإنخالة كتير مهم لموضوع المحافظة على حركة الأمعاب بتلين المعدة تمام بتلين المعدة خاصة للإنخالة غير الأسمر إنخالة بيكون الأمح كامل أكتر من الخبز الأسمر شان يفرقوا الناس بيناتهم هذا كتير مهم لموضوع الإمساك وحتى نحن ما نعاني منه موضوعنا حناخد وجبات بين الفطور والسحور ندخل الفواكه ندخل القدار ندخل الفواكه اللي مجرفة في كتير بتساعدنا وما ننسى كمان أكيد موضوع المياه يلي كتير العالم بتناسو خلال شهر رمضان أو بينسو أو مثلا بيقولوا حقا أنا عم بشرب مشروبات عم بشرب قهوة وشاي كمان بدي نبه لها الموضوع إنه القهوة والشاي تعملنا أمساك بقا هي لم يحسبوا حصاب السوائل أنا عم بشرب سوائل أنا عم يعني هذا منيح موضوع الأمساك عندي القهوة والشاي غنية كتير عالة بالكافين مثل ما نعرف الكافين بسبب أمساك مشان هيك السوائل مي لحال وموضوع السوائل الثاني إنكنا نحن نشرب عصائر أو مشوبات أو حتى شربات هذا شي تاني ما نعلاق بالمي يعني هي كل شيء لحصاباته أكيد نلجع بدنا نذكر مشاهدينا إذا حدا عنده أي استفسار عن هالموضوع حابب يتواصل معك في يون يتصلوا على الرقم الظاهر على الشاشة دعاء أنت بتفضلي كأخصائية تغذية أنه يتم تهيئة الجسم قبل شهر رمضان المبارك للدخول بفترة السيام لحتى ما يصير معنا مشاكل عدة ومننا الإمساك هلا أفضل هذا الشيء كمان أريش كمان أحب أكتر شي نبه عن موضوع التغذية خلال شهر رمضان يعني نحنا ننهيئة أحانا بشكل صح دائما خلال شهر رمضان نحنا نأكل الأغذية الصح يعني لو هلا حابب أحكي شوي أكتر عن الأغذية اللي بتبقينا من هذا موضوع الإمساك حابب أحكي عن شو لازم يكون موجودة على صفرة الأفطار لحتى نحنا منعاني من موضوع الإمساك يعني دائما نحنا مثل ما بنعرف صفرة الأفطار بيكون عليها المقال بيكون عليها المعجنات السنبوسك هلأ ما في مانع من هذا الشي اليوم ما رح أحكي عن البدانة وعن الأمراض بس بدي أحكي عن شوية نصائح صحية الأشخاص يوزنهم طبيعي بس عم يعانوا من الإمساك ما في مشكلة أن نحنا يكون عنا قطايف أو يكون عنا سنبوسك على وجبة الفطور كبة مقلية وشوية مقالة بس ما تكون بشكل دائم وما تكون كمان هي الشيء رائيجي تمام نحنا دائما لازم نهيئ معدتنا بشوربات لازم هي أمدتنا بالتمر يلي كتير مهم للناس يعم يعانوا من موضوع الإمساك كمان السلطات كمان هي كتير شغلة أساسية ومهمة وهلأ الدهون يلي عم يعانون الإمساك موضوع الدهون أساسي كتير بسمع كمان شائعات اللي عامت ناس يقولوا كله دهنة تقوم بيخف عن كل الإمساك طبعا مو أي دهنة مروحنا أكل كمان دهنة الخاروف أو أكل سمنة عربية أو أكل سمنة مروحنا ندي الإمساك طبعا مو هي الدهن نحن نقصد الدهون الصحية يعني حيومناكه صحن سلطة نحط عليه شوية زيت زيتون كتير شوية وشان موضوع الإمساك كتير ممتاز حتى ممكن نرش عليه شوية جوز يعني بغني بالأوميغا سري والجوز كمان نحن نعتبره من الدهنيات وغني بالألياف يعني زي عمنا صحن سلطة شوية عليه زيتون ممتاز موضوع تسهيل حركة الأمعاء يعطينها لون الأمعاءنا بالمقابل كمان في زيوت الأوميغا سري وزيت الزيتون كمان بيساعدنا على يعني بيخلصنا تفريغ المعدة بيكون أفضل في نقطة كمان بقل ما أنساها بدي أحكي عنا بخلال شهر رمضان أو أي وقات العادية العالم بيعملوها بتقوم بصير عندهم إمساك هي أنه بيأجوا دخول الحمام يعني لو هيك بدي أطلع شوية عن هلأ الموضوع الصفر هلأ برجعلوا هذا كتير موضوع مهم في ناس لو هنم مضطرين يفوتوا على الحمام ممكن لموضوع ممكن يستحراج أو يستحراج طبعا هذا الشيء لازم ما نحرج منه لأن هذا الموضوع لأنه ممكن يسابلنا سرطانات بالكولون لذلك نحن موضوع لأننا نفوت على الحمام يعني نفوت ما نأحرج حالنا أو ما نقول لأ هلأ بعدين أو نأجل حالنا للمساء لأنه هذا كلية الفضلات عم ترجع على الأمعاء الغليجة عم ينسحب مننا السوائل بوراز لحتى يخرج عن طريق الأمعاء لازم يكون في نسبة من السوائل المعينة لما عم يرجع عم يسحب أنه السوائل عم يصير عنا صعوبة بإخراج البوراز عشان هيك بتلاقي الأشخاص صار عندهم إمساك صار عندهم انتفاخ والبطن صار عندهم غازات وصعوبة بإخراج البوراز ينتبهوا لهذا الموضوع كتير مهم تمام دعاء أحيانا عم نشوف وجبة الأفطار لو كانت استفرامت نوعا في أشخاص بيمارسوا عادات سيئة يعني ممكن ما يبلش بالفتوش أو الصلطة يعني ترز الدسمة يعني هذا الشي قديش بيشكل يعني هي عادة سيئة بتشكل خطورة على أمعاءه وعلى معتهم تمام حتى ممكن غير يبلشوه يمكن يبلشو بالعصائر بعدين متل ما عم تحكي الوجبة الدسمة ممكن عصائر كتير تكون عالية بالسكريات العصائر اللي فيها ملونات مالها طبيعية بعدين بيبلشو بالوجبة الدسمة كلها بتعملنا عسر هضم بتعملنا كمان إمساك هاي السكريات الموجودة الدهون العالي والسكريات كتير إلى سبب بحدوث الأمساك خاصة الدهون والبروتينات كمان إذا كانت من مصدر حيواني أو مصدر من مصدر يمكن معنا اتصال دعاء هلأ فصل الاتصال فصل الاتصال نرجع من أخذ مرة كمان المصادر البروتينات مصادر حيوانية الأشخاص اللي يعانوا أمساك كتير كمان بتخليهم صعوبة بإخراج الوراز حان هيك انتبهوا لألة نحا دائما ناخد البروتينات من البقوليات أفضل للأشخاص كتير مهمة ممكن نحن نشوربات نعمل شوربة عدس كتير مهمة لموضوع الأمساك يعني إذا الصائم شرب كاسة مي كمان التمر الفواكه المجففة ممتازة موضوع الأمساك بلش بيتمرأ وثلاث تمرأ تع سنة النبوية بعدين ممكن راح صلى هيا أمعته بعدين بلش بشوربة عدس كتير مهمة لموضوع حركة الأمعاء بعدين ممكن يدخل بالوجبة اللي هو لازم ياخدها نقاما نحن لو بدنا ناكل الوجبات مثلا اللي تكون عالية بالدسم عالية بالدهنيات أو السكريات نحن فيها ناخد نهيئ أجسام الموضوع السلطات بعدين ندخل بهالوجبات طبعا هون ما عم نحكي موضوع نحافة وبداني وإلى آخره عم نحكي للأشخاص الأصحاء اللي وزنهم طبيعي بس عندهم مشكلة الإمساك على شوي ركزوا أكتر كمان دعاء في نقطة كتير مهمة حكيت يا عنا أنه الأشخاص مو بس أنه يتناولوا أنه يتناولوا مشروبات كمان تساعدهم على المحافظة على جسمهم وما ينصابوا بالإمساك نحن بس رح ناخد اتصال معنا ألو صباح الخير ألو صباح الميني هلا يا هلا مين معنا معيك نبيها هري حسن الله يا أهلا وسهلا فيك شو سؤالك اليوم لدكتورة ندعاء بس ممكن ممكن توطي صوت التلفزيون عندك وترفع شوية صوتك لا تسمع دعاء سؤالك أنا أسمعني فيني تفضلي 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 عن الإمساك يعني أني أمضي تفضلي تفضلي عن الإمساك عن الإمساك كأن الصوت مكتير واضح ممكن أنك في تلفزيون عمي نعاد طبعا نتمنى أنه ترجع تتصل فينا مرة تانية بس بتخيل سؤاله كمان بتعلب الإمساك بس أكيد فيك ترجع تتواصلي معنا لحتى دعاء تجاوبك على سؤالك دعاء المشروبات شو لازم نتناول أكيد لحتى بنفس الوقت ما نحس بالتخمة ما نحس بعصر بالهضم وبنفس الوقت ما يصير فيه إمساك عند الساعة هلا وممكن المشروبات إن كان على الصفر الرمضانية عصير البردقان المشروبات كثير ممتازة ليخلصنا من موضوع الإمساك بس دائما نفضل ما يأخذ العصير يعني الماء تبع البردقان دائما نفضل على الخلاط لشان نحن ناخد الألياف تبعه لحتى نستفاد هلا في حال نحن نحن خلصنا صفرة الأفطار وحابين نشرب مشروب ساخن بعد الفطور مثلا بنعرف نحن نتعودين على الشاي بعد ما منخلص إن كان غدا ولأي وجبات رئيسية نتعودين كاسة الشاي موجودة اللي بيعانوا من حالات الإمساك طبعا هذا خطأ كتير كبير وحييزبب بلون يعني زيادة إمساك عشان هيك نحن نحن ناخد يمكن يمكن بعتزر يمكن في اتصال صار جاهز معنا تفضلي ألو أعطيكو العافية الله يعافيكي تفضلي شو سؤالك سؤالي منشان إنو العصير إنو عندي أولادي بيجريت معلوك شكل كتير كبير قبل الأكل بقى شو بيسبب لون وأنا عطوط معي النفخة بقى بيش عصير تافت ليمون مع الكمون إني أخد منشان النفخة ومن شو عم تصير معي هالنفخة على طول أنا يعني عم بسمحها وعم بتتسكري كتير من دون بقى حكي مع النا عم تفيدنا يعني أهلا وسهلا فيك عصائر طبيعية حتى ما يكون إلهم عليها أضرار إذا كنت عم تجيبين من الخارج إلى ملونات طبعا إلأ أضرار على موضوع كأطفال عصائل طبيعية تمام على صحة جسمهم ممكن تعمل كمان زياية وزن خلال شهر رمضان وتعودوا عليها لقدام ممكن تعمل مدانة لذلك إذا لو شربوا عصير إذا كان صحي وإنت عم لتي بإيدك ما في عندنا أي مشكلة مثل ما ذكرت إن كان عصائر يكون مضروب على الخلاط كمان أفضل لصحة أمعه ومشان الألياف موضوع النفخة عندك هي أغلب كمان بصير عند الناس كتير إذا كان ما عندها كولون عصبي أو هي بتعاين مشاكل كولون لأنه ممكن في ناس يكون عندهم نفخة مشاكل كولون ومدرياني فيها بيكون من تدخيل الأكل مثل ما ذكرنا أنه كل وجبات عم تكون كل أورى بعضها هلا أبون صحيك بشكل عام أو نصيحة سريعة تأخذ هي بعد كل وجبة كمان للناس عندهم الإمساك ممكن تشرب كاسة بابونج بعد الفطور كتير مهمة لموضوع الإمساك ممكن نحن نشرب كمون وليمون مثل ما ذكرت عم تقول موضوع النفخة كمان كتير منيح بسلحنا ما نكتر الحمض لأنه إذا كان بتعاين موضوع الكولون العصبي حيضرها بزيادة ممكن نحن نشرب بحلبة كمان من المشروبات كتير مهمة لتعالج لنا الإمساك مثل ما ذكرت البابونج الكمون وكمان الزنجبيل كمان بيساعدنا بتخلص الإمساك هاي مشروبات ممكن نحن نتناولها بعد وجبة الأفطار أو بين الفطور والسحور بتساعدنا موضوع الإمساك كمان معنا اتصال من حما لارا صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك شو بتحبي تسألي دعاء صباح الخير دكتورة صباح النور أهلا وسهلا دكتورة بس بدي أسأل حدثك هلا بيقولوا أنه نصيحة أنه نحن ناكل على السحور حلو لأنه بيعطينا طاقة لكل أيام يعني لكفاية المهار بس يوم أداسة المعلومة صح وأداسة من الاعتمد للسحور بتبت للسحور طبعا هلا هاي المعلومة صح أنه حلو بس مو الحلو الأطايف والبقلاوة والأكلات الدسمة الحلو نقصد فيه نحن الحلو الطبيعي يعني فواء مثلا ممكن مثل التمر التمر كتير من الفواكل المهمة والممتازة تعطينا هاي الطاقة وتعودنا لأنه هي بترفع سكر الدم مشان هيك نحن ناخد الطاقة اللازمة لكفي يومنا بس أما ناكل الحلويات اللي بتكون عبارة عن شوكولاء ومسلا شي مصنع بالخارج طبعا نحن ممكن نبدأ على الأفطار التمر أو أي نوع الفواكل المجففة هي خيار كتير ممتاز هي معلومة صحة تعتمد عن نوع الغذائي نحن عم نفوته مثل ما قل هلأ بدي أرجع موضوع الإمساك هلأ بدي أرجع للوجبات لبينات الفطور والسحور هلأ نازل نحن التوت الشامي الخوخ الكرز هذول تلت فواكه كتير ممتازة لعلاج الإمساك يعني إذا اعتمدون الصائم أو أي شخص كمال لقدام بعد شهر رمضان الكريم بعين الإمساك كتير ممتازين نحن ممكن ناخد الخوخ نحن ناخد الكرز أو ممكن ناخد حسود الشامي تمام هذول أكتر لا بيساعدونا بموضوع الإمساك وطيبين المشموش هلأ مثل ما ذكرت ممكن ناخد لا الأمر الدين الأمر الدين يعني كتير مشهور برواده ممكن نحن نحله بمي نحن نشربه كتير ممتاز موضوع الإمساك وممكن ناخده مثل ما هو يعني بدون ما نحلب المي هلأ بدي أحكي موضوع كمان للألياف في عنا ألياف زوابة وغير زوابة هي كمان ناس باسألوني عليها أجاني أسئل الكتير هي بدي أذكر هلأ موضوع الألياف إنو شي بيفرؤ بيناتهم أنا أخذ الزوابة ولا غير زوابة المي هيا ألياف الزوابة هي بتكون موجودة بالخضار والفواكه هل نحن نسمي أنها الياف زوابة المياه أما غير زوابة بتكون موجودة بالخبز الأسمر بالشوفان بتكون موجودة منتجات الأمح والبقوليات أكتر طبعاً البقوليات للفول، العدسة البازالية، الفاصولية هاي كلها ياتها مهمة نحن ممكن ندخل أليا في الزوابة والغير الزوابة نظامنا الغذائي هيك منخلي حركة الأمعاء أفضل منخفف عصر الهضمي عم يصير عنه وبالتالي كمان منخلي تفريغ البراز عم يصير عنه أسهل للي عم يعاني من الأمساك دعاء برأيك التنوع بالطعام هو مهمة كتير قديش كمان شوفي شغلات تانية بتساعد الجسم إنه ما يعاني من هيدا الحالة اللي هي الأمساك غير إنه يحافظ على طعمه ممكن مثلاً ياخد شي معين إذا كان في عنده حالة مرضية أحياناً الأمساك بتكون ناتج عن حالة مرضية غير الأكل والغذاء هلأ إن كان في حالة مرضية ناتج عنه هون كيف بده يكون علاج دوائي؟ هلأ ممكن يكون ناتج يكون عنه نحن حركة الأمعاء أصلاً عندها خمول يعني هلأ إمتنا نقوله على الشخص مصاب بالأمساك مو أي شخص مثلاً هلأ أغلب الناس أو تعريفات الطبية العلمية بيقولوا مثلاً إن ثلاثة أيام ما دخل الحمام هاد مصاب بالأمساك هلأ في ناس عندها حركة الأمعاء بتفوت ثلاثة وأربع مرات باليوم على الحمام هلأ أسافة مرة وحدة هلأ هون بصير عنا نحن بتحق يحزر وهو ما تعمل بصير عنا خمول بحركة الأمعاء ممكن هي تكون مصابة عندها قابلية الإصابة بالأمساك في حال وجود حالة مرضية هون نحن بالمقابل مع الدواء بيكون علاج دوائي عند الطبيب المختص يعني نحن ممكن يكون شخص يعاني من بوسير بيكون عنده مثلاً فتحة الشرجة عنده شخوق فيه هاي كل ياتا نحن هون نروحهم طبيب المختص لحتى يساعدنا نحن كخصائيين تغزيم مشان يكون العلاج دوائي وغذائي مع بعض أكيد أو ممكن يكون صاير عنده أمراض بالكولون أو سلطانات بالكولون هاي كل ياتا بتأدي للإمساك أو ممكن حالات نفسية مو شرط ممكن دوائية يعني ممكن تشنوجات ممكن شخص عنده اكتئاب أو معصب أو حياة نفسية كمان لازم يخفف من استرس تابعه يخفف يعني يرويق قدر المستطاع مع أنه يعني هيك يحاول يرويق خاصة خلال شهر رمضان بيمشي الحال طبعاً بالإضافة للغذاء اللي هلأ نحن ذكرنا كمان معنا أتصال أهلو صباح الخير أهلو صباح يا أهلو سهلا تفضلي شو سؤالك اليوم للدكتورة أهلو بيكي لنسأل الدكتورة أنه تنصحني بالمشروب اللي هو يعشره طبعاً سنمكي بعد يعني منصوح في أنه يتسبه بين فترة وفترة شكراً لألك تفضلي دعا سنمكي من الأعشاب بتعاني الإمساكة سنمكي من الأعشاب الشعبية المشهورة لعلاج الإمساك هلا أنا ما بنصح فيه تناوله إذا ما كنت أنت بتعاني الإمساك يعني بالإكثار منه أما في حال وجود إمساك ما في مانع من شرب كاسة كاسين بنهار بيساعدنا على الخروج أما نحن نشرب منه كمان كتير كمان كترة الملينات وأخذت مثل المشروبات السنمكي أو أخذ الإجليسارين اللي بتساعد على خروج الإمعاء هي كمان كترتها كمان بالمقابلة تعملنا إمساك يعني زايد كمان منه بالآخر بسبب الإمساك سنمكي هي من العشاب الممتازة لعلاج الإمساك بس ما نكتر منه في الحالات الطبيعية إذا ما كنت معاني الإمساك ومشان بالآخر ما يسر أنا عندي إمساك مثلا عندنا كسب الأمعاء أمعاء أنا ما عاد فيها تخرج بدون مساعدات إذا عليك نحن الاعتدال الأفضل شيء يعني دايما مواضيع بتهم الصائم برمضان عم تخبرين عنا دعاء اليوم بدنا نشكر كتير على الموضوع اللي طرحت لنا ياه وعلى المعلومات اللي قدمت لنا ياه الشكر الأكبر لألكم الأخبارية السورية اللي هيك عم تخلي الناس خاصة نصائمين برمضان ينتبهوا الموضوع غزاء وإن شاء الله كون عم أم أدد يعني هيك قدر وصل معلومات مفيدة ويقدروا يتبعوها الناس خد المستطاع أكيد دعاء نحن نتشكرك طبعا عن هذه المعلومات اللي قدمتيا طبعا مثل ما شفنا كان في اتصالات كتير حول لهذا الموضوع اللي هو كتير مهم إن شاء الله يا رب بنعاد عليك رمضان كريم إن عاد عليكم يا رب بنعاد عليك هلأ ريج رح نروح لمحافظة ترتوس وضمن التقوس الرمضانية اللي عم تحمل بمبادرات الخير والرحمة موائد رمضانية لازالت مستمرة وعم تتصدر المشهد تفاصيل أوفة بتقرير مراسلنا بترتوس محمد حسن لأنه شهر الخير والرحمة شهر رمضان المبارك أقامت بلدة نقيب بريف ترتوس وبالتعاون مع فعاليات اقتصادية مأدبة إفطار لأكثر من ثمانمائة أسرة شهيدا وجريح من أهالي البلدة والقرى المجاورة بحضور فعاليات رسمية ودينية وأهلية رسالتنا في شهر رمضان الكريم رمضان هو شهر الخير شهر الكرم شهر التطحي والمحبة وبما أن الشهداء هم المسألة الأعلى في الكرم وتطحي والمحبة فلابد من في هذا الشهر أن تبارك بإسر الشهداء نسمة فراحة عملناها بالشهر الفضيل حتى نقدم هدايا لأطفال شهداءنا الأبرار الكرام يلي تكرموا علينا وقدموا أغلى ما عندنا أرواح للوطن فنحن عملنا هاي المبادرة حتى نحسسن أنه نحن معين قلبا وقالبا خلل مأدبة الإفطار تكريم أبناء الشهداء عبر توزيع الهدايا لهم بهدف زرع الفرح في قلوبهم خلال هذا الشهر الفضيل وتقديرا لما قدمه أباؤهم من تضحياتنا بسبيل عزة وكرامة الوطن الله يرحم الشهداء ويحمي جيشنا ويحمي قائد وطننا وإن شاء الله يا رب هالسنة تكونوا كلها بخير وإن شاء الله كل شهر رمضان يعيدوا لجيشنا وقائدنا رمضان كريم كل عام وانتوا بخير والله يحمي جيشنا العرب السوري أتمنى أن يرجع قتل المعرفقاتي وبعايدين وبعايد سات الرئيس والله ما يحمي الجيش العرب السوري ويحمي سات الرئيس رمضان كريم على العالم كله والله يرحم جميع الشهداء ويشفي جرحة وينصرنا عن قريب الله يرحم كلها الشهداء وينصرها الجيش العرب السوري والله يرجع المخطوفين ويشفي الجرحة كله يا رب فعاليات المجتمع الأهلي ومن خلال هذه المبادرات تؤكد بأن السوريين صفا واحدا مهما اشتدت المحن وثقين بالنصر الأكيد وعودة الأمن والاستقرار لكافة ربوع الوطن بهمة رجال الشمس رجال الجيش العربي السوري موسيقى ثالي آخر محطاتنا الصباحية لليوم مع الإبداع والابتكار كخطوة أولى لرسم ملامح خط جديد بعالم الموضة فكل إطعاب تبدأ من فكرة بتتحول لتصميم ممكن يحقق انتشار ويصير عبر الزمن الجزء الأبرز يلي بيعبر عن ثقافة وموروثات الشعوب أريجا عالم الأزياء رح ندخل فيه ونتعرف على ملامحه يلي بدأت تتشكل بسوريا عبر عدد من المبدعين الشباب ولنتعرف أكتر على تفاصيل عالم التصميم معنا اليوم مصممة الأزياء ما يحقون وأيضا نزار ديانا مصمم أزياء وعضو مجلس إدارة الجمعية السورية لمصممي الأزياء رفضان كريم وأهلا وسهلا فيكم صباح عالم التصميم عالم كتير واسع وفيه كتير من الفن والإبداع والجمال لكن حابين نتعرف أكتر على هالعالم عالم الأزياء والتصميم بسوريا التصميم هو أول شيء خلينا نحكي عنك تصميمك هو شو الفكرة هو كل شيء مبتكر وجديد مثلا إذا في عندي أي شيء بالأزياء أو بالدكر أو أي شيء في عندك أكتر من قطعة دائما أنت بتنقي الأحلى فهذا هو أصلا التصميم أما التصميم بسوريا فيك تحكي أنه نحن كشعب عريق بمجال الأناقة والجمال يعني معروفين كان من زمان الشاميات سوريات بجمالهم وأناقتهم بس التصميم كفكرة دراسة فيك تقولي شيء جديد بالنسبة لسوريا كان من قبل المصممين يعني بنعدوا على الأصابع كانوا يدرسوا برة التصميم كان بالنسبة للي بدوا يدرسوا حلم وحلم كتير كبير وجدا مكلف تمام نيزار خلينا نروح للمسابقة اللي فتحتوها بالجمعية كإتاحة فرصة لمصممي الأزياء يعني هي كمسابقة هي بتغني عن الأكاديمية خلينا نحكي شيء بالنسبة للمصابقة التصميمي هي قام فيها مجل الشباب السوري تماما هو قام فيها نحنا كنا من أعضاء نجلة التحكيم الموجودين فيها تمام نحن نقدم لهم كل شيء بيحتاجه مجال تصميم الأزياء تماما هو قام فيها نحن نقدم لهم نحن نقدم لهم كل شيء بيحتاجه مجال تصميم الأزياء تمام نيزاري حنشوف بعض من تصاميمك هلأ عبر الشاشة خلينا نحكي كمان عنا عم نشوف فساطين عم نشوف عدة تصاميم مميزة من تصاميمك خلينا نحكي شوي عنا هذا العرض كان عنا بالدماروز ساوينا من فترة ريبة سميناه بعنوان حبيت الرمان تماما فهذا كان كلكشين 2017 كنا بنحكي عن الزهور والطبيعة وغيرنا نمط الألوان دخلنا بجو جديد نطلع من الجو الكئيب ان احنا فيه كلكشين كان سهل بسيط أخذنا فيه الأصات الطويلة أخذناها أصات بالطول تمام اليوم معي المصامم شو بيحتاج لحتى يدخل عالم التصميم بشكل حرفي مي كان المصامم الموهوب هلأ فيك أول شي لازم يكون عنده دراسة للعلم بده يدرس مثل ما قلت لك بأحد يأمة بكلية الفنون بس كلية الفنون لازم يكون بعدها خبرة عملية يعني بده يدرس بده يروح على معمل ويعرف يشتغل يتدرب على الخياطة عم نحكي انه مثلا من الجمعية مصاممين الأزياء السوريين بتيح لقيله للمصامم كل هالمراحل بيعلموا من الألاف للياء خلاص تصميم بيفوتوا بالخياطة بدروس العملية لحتى يوصل انه يقدر يشتغل لحاله أو يكون جوات أي شركة كبيرة حتى ويكون منتج رائع تماما رحنا نتقلق لك نيزار لنحكي أكثر عن دور الجمعية قديش الجمعية هي كانت نافذة للضم أكبر عدد من المصممين الأزياء وقديش هلأ صار العدد عندكم بالجمعية هلأ العدد دائما نحنا بتحسن مستمر الجمعية قدمت فرص كتير جيدة للعمل والمصمم نحن نقدم له فرصة عمل ونخليه نفذ عنا عملي ونعرفه على المعامل وعا الشركات ونعرفه على جميع أنواع الأماش الدرجة جديد ونفوته على سوق العمل ونعطيها الفرص كلها فنحنا جمعية هذا الشيء قدمنا لها نحنا حاليا لأي مصمم أو مصمم بتتخرج اليوم الجمعية السورية لمصممي الأزياء بلشت وانطلقت وحققت حضور شو الشيء اللي عم تعمله حتى تتطور أكتر وتتوسع أكتر ويكون فيه إلى انتشار هلأ نحنا الخطوات اللي بلشنا فيها نحنا عم نفتح هلأ باقي المحافظات إنه فرع بلادية إن شاء الله فيه أكتر من فرع نحنا هلأ عم نشتغل عليه نحنا هلأ في عنا عروض الأزياء عم نقوم فيها عم نعرف المصمم كيف يبلش من الصفر إيش لهم بدي يبلش بتصنيع القطعة اللي يوصل للعرض الدفلية يلي يقدر يخرج منه الموهب اللي عنده منه والطاقة يقدر يفرغها مايا خلينا نروح للخط الشرقي وخصوصي بشهر رمضان المبارك دائما هناك طابع يعني شرقي بيضغى على المشهد خصوصي بتصميم الأزياء خلينا نروح نحكي شوي عن هذا الموضوع هلأ فيك تحكي القطعة الشرقية ليش كأي شخص بيحب القطعة الشرقية سواء كان هو شرقي أو غربي لأنه هي فيها روح التصميم دبعا مريحة للعين لأنه مستقاط من الطبيعة ونحنا مجرد نشوف تصميم جاي من الطبيعة أكيد أنت لحتاجها شيء بدون ما تعرفي لهيك حتى الأوروبيين إذا منتبها كمان عم ينتبهوا لهذا الموضوع وعم يدخلوا حتى بتصميمهم نفس الشرقية إن شاء يصير مريحة للعين أكتر ما يصير عبارة عن الموديل كأنه عم تلبسي لقالة ويلا فيه روح فيه حركة أيوم مزيد كمان بالتصميمات الشرقية اليوم يمكن سوء العمل السوري دايما يكون واسع وفيه انتشار كتير كبير لأقرشة والتصاميم الشرقية لكن بالفترة الأخيرة شو عم يتطلب أكتر منكم لحتى تواكبوا الموضوع بنفس الوقت تتحافظوا على هالشرقيات وتراثنا السوري؟ اليوم نحنا منتفاجأ منشوف كل الشركات الأجنبية ومصنمين العالمين عم يشتغلوا اليوم الماشة دمشقي هو البروكار يعني نحنا إذا نتابع كل العروض نحنا عنا هلأ ماشة البروكار هي متصدرة الأمايش اليوم بالعروض الأوروبية كلها وحتى العربية عم تدخل البروكار بجميع كل المجالات الألبسة يعني مجال السهرة وحتى الاسبورات فنحنا إذا منضل مننوح على هذا الموضوع منشتغل هذا الموضوع هات الأمايش الصناعة السورية ممكن نلفط نظر أو ممكن نأثبت وجود بهالمجال هات تمام خلينا كمان مايا نحكي عن غير التصاميم الشرقية شو بتنصحي النساء والصبايا من اللي بيحبوا كتير يواكبوا الموضة شو بتنصحيهم في حال كان ما بيناصبهم مثلا الأزياء الشرقية في شغلات أحيانا ما بيناصبهم الأزياء الشرقية في عالم ما بتناصب الموضة الزايدة اللي نحنا عم ناخدها هلأ من الغرب مزبوط كل شخصية تلبس على حسب زوءها هي أبدا ما تنزل على السوق وتلبس بس لمجرد أنه موجود هاي خط الموضة بدي ألبسه أما الشخص بيعتمد على زوءه وعلى شخصيته وبيشتري الشي مناسب لإله كمان اللي نزارش بتحب توجه كلمة لكل حدا عم يتابعنا هلأ إن كان حابب يدخل لعالم التصميم والأزياء أو أي صبية وشاب عندن موهبة وحابين يشاركوكم ضمن جمعيتكم هلأ هيو الخطوة الأولى أنه بصير مصمم لازم يصمم على الشيء هات ولازم يجتهد يصمم يصمم تمام لازم يصمم يصمم على الشيء ولازم يتعب لأنه ما في مصمم إلا ما تعب وإجتهد لحتى توصل أكيد لازم يكون كمان له لمسة وبصمة خاصة فيه وزوء كل حدا مننا له زوء وبصمة وروحه بقططة كل شخص أكيد نحنا بك حابة أحكي شغالية في جمعية سورية مصميم الأزياء دائما عن تعمل دورات بشكل مجاني لأعضاء الجمعية مشان نتطورهم بكافة المجالات شو هي المجالات اللي عم تتطورهم فيها بيع في السيد نزار نتطورهم مو بس على مجال تصميم الأزياء على مجال إدارة الشركات على مجال اللغة تسغيل يعني أنه شو تحتاجي أنت لغة تصيري عالميا كمان منتجه بدورات مجانية للقطاعات اللي بتشبه قطاعاتنا أو بتهتم بتصميم الأزياء أكيد نحنا بنا نتمنى لكم كل التوفيق وضيما لمسات الموضة والجمال تكون من عندنا من سوريا تنطلق شكراً كتير لوجودكم معنا اليوم مصممة الأزياء ما يحقون وأيضاً نزار ضيانة مصمم الأزياء وعضو مجلس إدارة الجمعية سورية لمصممي الأزياء شكراً كتير لألكون أكيداً شكراً لألكون وكان أكيداً صباح حدو معكم معلمسات الإبداع والجمال يساعد صباحكم شكراً كتيراً شكراً شكراً يعني لهون سالي مع الفن والإبداع بكل مجالاته صباحنا بيكون وصل للختام إن شاء الله نكون قدمنا لكم فائدة ومعلومة بتهمكم وأكيد فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير إذا عندكم أي استفسار ودائماً بكرة بتجدد موعدنا معكم في تمام الساعة 10 الصبح من مقهى المكتب بدمشق وبنهاية الأسبوع بدأتمنى لكم أعطل أسبوعية مليئة بالراحة والخير والسلام أكيداً ريج لكل حد كمان حابب يتواصل معنا بفكرة أو اقتراح أكيد ابقوا معنا مرتاني على تواصل عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير وأكيد لا تبقوا على اطلاع بآخر الأحداث ضلوا برفقة شاشة الأخبارية السورية تحيتنا الأولى والدائمة لحراء السلام أبطال الجيش العربي السوري على كافة الجبهات من لكم الله يحميكم يا رب ومندي ومن جميع كادر الأخبارية السورية تبقوا بألف خير وبي باي تبقوا بألف خير وبي باي